السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد النهار ده جماعة هنتكلم عن هدم المنزل في المنام خلني بالك يا جماعة الموضوع ده فضلا انه بيتشاف كتير في المنام انا شفت البيت بيقع انا شفت السقف بيقع نشفت جدار بيقع نخلي بالنا عشان الموضوع ده مهم جدا طبعا الكلام ده بيخص صلاح الحال في الحقيقة هنبدأ بالرجل الرجل لو رأى ان منزله قد هدم دل على عمل يحصل منه على مال بعد صعوبة وبعد مشق لو الرجل المتسوج شاف بيته انت هدم هو مساعدش في هدم البيت فهو ما هدمهوش لان في رؤية دلوقتي هنتكلم عنها لو انه هو اللي هدمه انا في المنام شفت بيته وقع بس ما عرفش هو وقع لي بس انا بيته وقع في المنام ده معناه في عمل انت هتدخله هيجيلك منه مال بس العمل ده انت هتتعب فيه جدا 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 فالمال اللي انت هتتحصله من العمل ده هيأتي بعد صعوبة بالغة اما الرؤية التي بعد ذلك وهي لو ان الرجل المتسوج هو الذي هدم البيت دل على اصلاح الحال يبدو انه هو مثلا حاله سيء فهدموا للبيت وكأنه في الحقيقة يريد ان يرتقي الى مكانة عالية في الحياة وبيجاهد انه يغير حياته فلما يشوف الرؤية دي يعرف انه هو انسان او شخص سوف ينصلح حاله وتتحول حاله الى الافضل ان شاء الله تباركه تعالى قال بعض المفسرين له ان هذا الرجل اصلا عنده عادات سيئة او ذنوب ومعاصي وان شاء الله هو بيحاول التخلص منها يبدو انه بيعمل حاجة مش كويسة حاجة بتغضب ربنا في بقرة معاصي هو واقع فيها فلما يشوف انه هو بيهدم البيت دي بشارة له انه هو هيتخلص من هذه الظنوب او هذه المعاصي او هذه العادات السيئة التي يفعلها في حياته فهي بشرة خير انك هتتخلص من الحاجات اللي مش كويسة لو رأى الرجل المتزوج هدم البيوت رؤية الاولى شاب بيته وقع هرفنا معناها الرؤية التانية هو اللي هدم بيته هرفناها الرؤية دي بقى هو في المدم كده شايف البيوت كده عملة تقع البيوت كلها دل ذلك على الخلاص من العقبات التي تقابله في حياته انت راجل في عقبات بتقابلك في حياتك لما تشوف البيوت كلها بتقع اعرف ان العقبات دي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيزحها من طريقك فكأن الموضوع يعني يعتبر سبحانه وتعالى برضو داخل تحت باب صلاح الحال لك ان شاء الله تبارك وتعالى طيب رؤية تانية بعض الاشخاص ممكن يشوفوا هدم عمارة سكنية وده اللي احنا بتشوفه النهاردة في التعليقات احيانا بعض الناس تقولي انا شفت بيتي بيقع احيانا بعض الناس تقولي انا شفت عمارة احيانا بعض الناس تقولك انا شفت بورج بيقع فهدم العمارة السكنية معناها ايه تدل على تغيير الحال الى الافضل بمراحل انت لم تكن تتخيلها فيه فرق ما بين اقولك انك هتتخلص من العقبات وفيه فرق ما بين اقولك ان فيه صلاح حال وفيه فرق ما بين اقولك ان انت مثلا هتنتقل من حالة الى حالة افضل لكن لما اجي اقولك ان انت هتتحول لحالة انت بتتخيلهاش وكأن صلاح الحال يعني بنسبة مليون في المية ان ان شاء الله تبارك وتعالى لما تيجي تشوف عمارة بتهدم في المنام دي من افضل الرؤى اللي ممكن تشوفها يا رجل يا متزوج بعض العلماء اللي كانوا تكلموا في الاول لما قلنا الرجل لو هدم بيته صلاح حال بعض العلماء قالوا تخلص من عداد هنا برضو تكلموا في النقطة دي لو شفت عمارة سكنية بتقع انا قلت لك هتتحول لحالة حالة انت مكنتش تتوقع اللي تكلموا بقى قالوا على التخلص من عداد السياة في المسألة التانية وهم برضو اللي تتكلموا في ذلك قالوا ايه قيلة تخلص من فتن توحيط به وكأن انت سبحان الله العظيم يعني يا جماعة التنوع في الاختلاف ده مفيد جدا حينا بعض الناس مثلا اللي تشوف الرؤية دي تكون غنية هتحول حاله الافضل من كده هو اصلا غني مثلا لو بنقول له مثلا انت عندك حد يحط بيك بيحاول يفتنك او بيحاول يوقع بيك او ينكر بي هتلاقيه اكيد اصلا هو غني فهتلاقي اللي بيحسده هتلاقي اللي بيوقع به هتلاقي اللي بيمكر به فالتنوع في التفسير مطلوب ومفيد جدا مطلوب ومفيد جدا يبقى الرجل لو شاف اعمارة بتقعه ياما تحول كبير في حياته تحول لا توقعه ياما في ناس محيطة بيك بتحول تفتنك او تمكر بك ومع شديد الاسف ده بالنسبة للرجل المتزوج المرأة المتزوجة بها لو رأت ان بيتها هو الذي هدم تخلص من مشاكل في مشاكل حصلالك انت عيشاها لو شفت في المنام ان بيتك بيقع اعرفي ان ده تخلص من الهموم والمشاكل اللي انت بتمر بيها في الفترة دي ودي بشارة ان كل الكلام ده هينتهي ان شاء الله قال بعضهم لا انه فرج بعض ضيقة مالية يبدو ان انت كنت بتمر بضيقة مالية والضيقة المالية دي ان شاء الله هتنتهي جيلك مال وكأنها رزق فيه رزق هيجيلك هيعديك الفترة اللي انت كنت عيشها فيها ضيقة مالية لو رأت المرأة المتزوجة ان بيتها هدم وهي من قامت ببناء فهي امرأة صبورة وتقف بجوالي زوجها في المحن والشدائد لما تسوفي بيتك بيقع في المنام هدن وانت بنتي معناه ان انت واحدة وقفة بضهر جوزك بتسعدي بتقفي معها امرأة صبورة بتتحملي الصعوبات هذا هو معنى الرؤية ندخل على المرأة الحامل المرأة الحامل لو رأت ان بيتها هدمة في المنام قلق شديد من الولادة ومش قلق بقى يعني سبحان الله بعض المغسرين قالوا ان احتمال يكون معناه قلق للي هي اول مرة ولادة اول مرة ولادة دي اللي بيبقى عندها زعر من قضية الولادة فلما تشوف ان بيتها هدم في المنام ده معنى ان انت الآن من موضوع الولادة لكن هو ما فيه الشر ده بس ايه بيعبع عن الحالة النفسية اللي انت عيشاها انه هو قلق من الولادة لو رأت ان بيتها هدم وكان بيتها سبحان الله العظيم بيتها اديم وهي اللي بتهدمه لو شافت بيتها اديم اديم في المنام وهي هدمته دي بداية حياة حياة سعيدة ان شاء الله تبارك تبارك لو رأت المرأة الحامل انها تصلح بيتها يعني مثلا ممكن يكون مثلا حاجة في الجدار واقع كده فهي بتصلحها بتصلح اي حاجة في البيت لو رأت المرأة الحامل انها تصلح شيئا من بيتها دل ذلك على الخير الكبير الذي سيأتيها وانها امرأة تساعد زوجها ايضا ولا علاقة في هدم البيت بالجنين انها يحصل له مشاكل او حاجة لا ما فيش علاقة بهدم البيت للمرأة الحامل ندخل على البنت العزباء دي الاخيرة لو رأت ان بيتها قد هدم وهي غير حزينة بتشافت في المنام بيتها بيت هدم ووقف مبسوطة مش حزينة للأسف الشديد رؤية غير محمودة بالمرة ستفقد عزيز عليها ومع شديد للأسف ستفقد عزيز عليها لو رأت ان بيت مهدوم لا تعرف صاحبه شافت بيت مهدوم متعرفش مين صاحب البيت دا عليها ان تحذر من المحيطين بها حواليك ناس ممكن يقولوا بيظهروا ان هما بيحبوك بيقدروك وعايزين يخدموك وهم من جواهم بيكرهوك عليها ان تحذر من المحيطين بها لو قامت البنت العزباء بهدم البيت تتخلص من اشياء تسبب لها اسعاك اخر حاجة لو رأت ان عمارة سكنية مهدومة سوف يحفظها الله تبارك وتعالى من المهالك شفت العمارة السكنية للرجل تحول لحالة كبيرة وقيل تخلص من فتن محيط به انما هنا نهاردة بنكلم بالنسبة للنقطة بالنسبة لبنت العزباء لو شفت عمارة سكنية مهدومة سوف يحفظها الله تبارك وتعالى من المهالك والمخاطر التي تحيط بها تطلعونا في اللقاءة القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته